إذا أردت تسويق منتج فكثف الحديث عنه هذا في الاقتصاد أما في السوق السياسية فلكي تجعل ما تتمنى واقعا على الأرض أكثر من الحديث عنه مدعيا أنك تعارضه هذه الطريقة تذكر بالحديث الروسي المتكرر عن خطط تعد في الخارج لتقسيم سوريا حتى قبل أن تتحول إلى مناطق نفوذ مدعية أنها تعارضه وترفضه بشكل كلي وبعد أسبوع على الضربة الغربية لنظام الأسد برز التساؤلات الروسية يرى كثيرون أنها مريبة عن إمكانية بقاء سوريا دولة موحدة وكأن موسكو تشهر ورقة تقسيم سوريا في ظل الحديث عن احتمال عودة للمفاوضات السياسية التي يسعى الكريملين إلى دفنها مع مسار جينيفر اللهجة الروسية المعهودة في معارضة تقسيم السوريا بدأت تحمل نبرة استسلامية بحكم طبيعة الواقع كما تراه موسكو إذ كرر نائب وزير الخارجي الروسي سيرجي ريباكوف شكوكه في إمكانية بقاء سوريا دولة موحدة الشكوك ريباكوف هذه برأي محللين تخفي وراءها رغبة الروسية في طرح موضوع تقسيم سوريا في الإعلام وفي السجال السياسي المرتبط بالملف السوري ليقود بذلك في النهاية إلى تدويل التقسيم وإدراجه في بنود المحادثات المراثونية وعلى مبدأ رمي الكرة في ملعب الآخر صعدت موسكو من اتهاماتها للولايات المتحدة الأمريكية في السعي لتقسيم سوريا عبر سعيها لإنشاء مناطق نفوذ حكم ذاتي للمعارضة السورية في الجنوب السوري عن طريق تعزيز نفوذها في محافظة درعة وأجزاء من محافظة السويداء حتى جنوب ريف دمشق ويرى محللون السياسيون أن روسيا أكثر الفرقاء على الأرض السورية ميلا إلى منطق المحاصصة ومناطق النفوذ عبر سعيها الدام إلى تكريس آليات الحل الإقليمي وقتل الحلول المنضوية تحت المظلة الدولية فهي التي حاولت ترويج مسار تستانا وسوشي عوضا عن مسار جينيف وفيما يستبعد مراقبون إمكانية تكريس التقسيم كحل سياسي للأزمة السورية لأنهم لا يستبعدون تحول سوريا إلى دولة صورية بجغرافيا موحدة ومناطق نفوذ متعددة الأقطاب